موسيقى صباح الأمل صباح التفاؤل صباح النور مشاهدي قناة سيتي في في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 17 فبراير 2020 بنتمنى لكم يوم جديد مليان بالخير والصحة والسعادة لكل مشاهدينا اللي بيشوفونا من كل أنحاء العالم هيبا صباح الفل صباح الفل يا سحاق الحمد لله صباح الخير على حضراتكم جميعا يا رب يومكم جايب معاه كل حاجة حلوة وكل خير وبركة وأمل وتفاؤل يا رب زي كل حلقة وإحنا بنكون سعداء جدا بتواصل معاكم بتجدد لقاءنا معاكم سعداء بإننا نقدم الفقرات اللي بتهمكم واللي بتلمسكم واللي بتناقش كل مشكلة وكل احتياج وكل حاجة في حياتنا عشان نكون في مجتمع أفضل ومستقبل أفضل لنا والأولادنا اسمحوا لي أن أنا هبدأ معاكم بالدراسة يعني أسحاب يحب الدراسة ياهد الدراسات على الصف يعني أنا شخصية مش فهمة إيه علاقة الدراسة الكرام اللي أنا هقوله ببعض بس يا دراسة موجودة ما شاء الله أنت كمان بتحب الدراسات ومش فاهمة إيه معناها لا مستغربها مستغربها أوكي فأنا قلت ابتدي معاها على طول عشان تفكر في الدراسة دي على مدار الحلقة خلاص سيسيبك للموضوع مش عارف إيه علاقة أزمات القلب تمام أو قلة مخاطر الإصابة بيها بعلاقة الواحد بجرانو يعني أنا الدراسة دي غريبة جدا يقولك بقى إيه الإنسان اللي له علاقة كويسة بجرانو أقل احتمالية بإصابة نوبات القلب أنا مش عارف إيه علاقة زي ما بتكلموا عن الوجبات السريعة زي ما بتكلموا على العلاقات الأسرية الحاجات اللي فيها راحة نفسية بتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بس هل وصلت للجران؟ الدراسة بتقول كده إنت بقى معا ولا ضد الدراسة معا ولا ضد الدراسة لا طبعا يا ستو المشاكل الصحية اللي بتقابلنا أنا مش خبير طبعا عشان معاوت شافتي لا ده رأي شخصي لكن رأي الشخصي أني طبعا كل حاجة حوالينا بتأثر على صحتنا بالسلبة أو بالإجاب لكن أنا بشوف أن الجران دول حاجة مهمة في حياة الناس يعني أنهما سعب يبقى أقرب من الأرايب نفسهم يمكن واحد لو تعف في البيت أبسط حاجة يخبط على باب جاره هيجيب قريبه منين ولا يجيب أخوه منين ممكن يكون مسافر وممكن يكون ساكن في منطقة بعيدة عنه فضروري أن يكون لواحد ليه علاقة حلوة أو بجرانو هو ضروري لكن المفروض أنها ضروري لكن الواقع يقول ابعت حبة دين محبة يقولك كده حتى على الجران صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي المثل ده دلوقتي أنا شخصي بحترمه جدا وبيشوف أنه صحة جدا زي ما في اللغة في المذاكرة فيه مدرسين يعلموك إيه بقى أنه عندك كلمة السر يعني أو الكلمات تتحية لو لقيت الكلمة دي بقى تحط دي الجران الماضي الحاضر الجران والماضي والحاضر يعني ما عملش علاقات ود مع جراني لا ماشي ما تعملش علاقات ود بس خليك في حالك يعني ده هعمل علاقات ود ازاي وخليني في حال ازاي يعني صباح الخير لأنا أنت كويس طب ما بلاش صباح الخير لا لا الصباح لله الصباح لله لما تلاقي حد من جرانك ده قابله كده في سكتك ده إيه نعرفت أنه جارك أطلا يعني قل له صباح الخير قابلته في الأسنسير قابلته على السلم قابلته على باب العمارة طب أنا شايفة لا لا أنا مش معاك بقى أنا بشوف أن الناس دلوقتي من كتر ما هم ساكنين في العمارة فيه مثلا لو حتى عشرين ثلاثين شقة بأمانا ما بيعرفوا بعض ويبقى نازل معاه في الأسنسير هو مش عارف ده جاره ولا ضيف عند جرانه ولا جاي يسرق شقة وماشي باحترام ما يعرفش يبقى عزال نازل ده أنا أقول لك ده فيه ناس تروح تسرق عزال من البيت يقول لك أستوى فيه مشاكل بتاعه أو يروح يسرق عزال ويكسر الشقة ويدخل ويجيب وينش وينزل حاجة على الأساس أنه هو صاحب الشقة ومحدش يعرف الناس ما بقيتش تعرف بعض فأنا شايف لأ أن ده حاجة سيئة طبعا لازم بقى فيه علاقات عمارة كبيرة يجتمعوا كل فترة ينقشوا المشاقية يعرفوا بعض ده ممكن واحد يكون بيدار على مدرس انجليزي لابنه وجاره الفشقة اللي فيهشه مدرس انجليزي وهو ما يعرفش طب جميلة يعني أسحاق عايش فيه أحلام وجمال الماضي دي حاجة حلو قوي الزمان الزمان كانت الطبق طالع والطبق نازل المناسبة دي اللي فوق دي بنت جراني تخطبت متقدم لها حد تلاقي باب الشقة تفتح ويم فلان ألف مبروك أنا سمعت عنك أيها تستلف منها كم طبق عشان نتقدم للعريس فيه كان لكن دلوقتي مش عارفة إحنا اللي اتغيرنا ولا الزمن وكل حاجة في الزمن هي اللي اتغيرت بس أنا بشوف أن الزمن ما بتغيرش إحنا اللي اتغيرنا هب إحنا كده اتغيرنا للأحسن أو للأسوأ للأحسن بالنسبة للظروف اللي احنا فيها يعني أنا مش مع أن يكون فيه خلطة مع الجران وجران بقى تحط مناخيرها معك في كل حاجة وتبقى عارفة عنك كل حاجة ويجيب سيرتك مع فلان وفلان وللأسف بقى دلوقتي لو واحد شافك بتقع على الأرض محطش يقرب منك ولا يقولك أنت تعبان ولا مالك ويعدي من جنبك ويسيبك وينزيبك سبحان الله أنت على فكرة بتعندي نفسك أنت قلت مش عايزة بقى فيه علاقة ولو واحد شافك مش هيقرب ما هو لو فيه علاقة لو فيه علاقة لو هو عارف أن أنت لو العلاقة تبقى إيجابية لكن دلوقتي العلاقة مش مفيدة يعني لما بيبقى فيه علاقة العلاقة سلبية يعني شوف بقى إيجرين بدل لم وبينهم علاقة بعد شوية أصلي دي بتغير من دي في حاجة أصلي ابن دي ضرب بنت ده في حاجة أصلي جوز دي جاب لها حاجة ودي ما جاب لها شوش معنى وتبتدي بقى الخنائق ما هو عشان العمارة اللي أنت ساكن فيها ده مجتمع فالمجتمع بيحتمل كل حاجة بيحتمل يبقى فيه ناس حلوة أو ناس وحشة بيحتمل أن يبقى فيه العيال تتخانق مع بعضها وده أمر طبيعي جدا أيها المفروض أن أعمل إيه يعني المفروض في المجتمع بقى المختلف في الثقافات ومختلف في الطباع لا أنا مش شافني فيه مشكلة أن يبقى فيه علاقات ما بين الجران مش هقول علاقات واحد داري لف على شوء العمارة كلها لكن على أقل فيه علاقة ما بينه هل تقولها فين من وجهة نظرك العلاقة دي على حسب العلاقة اللي ما بينه لا مش على حسب نحن دواتي النهاردة إحنا في زمن واحد واحد يسوي اثنين حطي لي رولز للعلاقة بين الجران وقولها لي المفروض أنا علاقتي بجراني تبقى الغاية فين وقول ما ينفعش أنها تزيد عن كده على حسب درجة التوافق خلي بالك أني ممكن درجة التوافق وعدم التوافق دي تبقى مثلا لو هو الجار عنده ولاد وأنا عندي بنات بس ما يبقاش فيه علاقة كويسة ما بيننا عشان الولاد والبنات هو الدنيا مختلفة فأنا خايف على بناتي ندخل نزور بعد بقى ونقعد شوية النهاردة عندي بكرة عندك بكرة أحكي لك أصل اللي مضايقني وانتي تحكي لي اللي مضايقك والعلاقة دي اللي هي بتاعت زمن بتاعت جراني صح أنها تكون موجودة دلوقتي مش بتاعت زماني وبتاعت دلوقتي إحنا تربينا على كده تربينا أن فيه علاقات ود وعلاقات محبة إلى بعد الحدود بس لما بتسيب بيت العيلة وبيت بابو وماما وتروح حتة تانية بتكتشف أن لا خالص بيت العيلة حتى البيت نفسه القديم لو الكبار يعني يمشي وراح السماء قبلك والتجاوز فيه أجيال جديدة بتلاقي أن الطباعة نفسها إيه دا مش دول جرانا مش دول الناس أنا تربيت فسطم أنا صغير مش مش دول الناس بقيت تقلق من بعضها بقيت خاف من بعضها النهاردة غالبا اللي بيروح يسكن ما بيلاقي الشقة في نفس الشارع اللي هو كان ساكن فيه أو في نفس المنطقة فبيروح يسكن في منطقة غالبا بتبقى أبعد عن المنطقة فهو في عمارة هو في عمارة بعيد شوية فبيبقى قلقان من الناس بيبقى متخوف يتعامل مع الناس لربما يطلع فيهم حد مؤذي لربما يطلع فيهم حد يعمل له مشكلة فما بيتعاملش لكن مش معنى كده أنه هو صح لا هو صح هو صح لأنك دوتي لازم تاخد حذرك هو صح لأنك في زمن غير الزمن هو صح عشان ما ينفعش حد يدخل في حياتك ما ينفعش حد يمسك في صرتك ومن قدامك عمل أنه صاحبك وحبيبك وجارك وفي ظهرك الله أعلم هو بيعمل إيه طيب ما القرائب كده وانت يعني هما القرائب دول وبال سمياني مع بعض مع عشان كده لما تكلمنا في بيت العيلة قلنا برضو مش صح القرائب يكونوا سكنين مع بعض ما أنا برضو ضد الفكرة دي القصة نرجع لها بقى من وقت ما احنا تكلمنا على بيت العيلة فكرة الحدود أنا بعمل حدود بعرف أعمل حدود مع غيري ولا ما بعرفش أعرف أعمل حدود مع جاري ولا ما بعرفش هل أنا فتح الشقة واللي داخل داخل واللي طلع طلع في أي وقت ولا في حدود طيب بقى أنا أشكرك أنت كده قلت اللي أنا قلت بس أنت بتعاند وخلاص بقى أنت أنا معاند وخلاص أيوة في صباح صباح الخير في صباح الخير بيننا وبين جراننا تمام لو حد احتاجني في حاجة يعني أزمة أو مشكلة أو مشوار أو حد تعبني قدر أعمري ما هقفل بابي فوش حد يعني تمام هقف جنب اللي محتاج لكن غير كده فاش حد يعرف عني ما هيحتاج لك إزاي وهو أصلا أنت أصلا ما فيش ما بينك وبيني ممكن الشقة اللي جنبك فجأة كده وهي ما تعرفش مين اللي جوا ومشو واخد عليك لأحد خبط عليك إلحقني معليش أستطيعيني أقول لك على حاجة ممكن يبقى في الدور مثلا ساكن أنت مثلا في الدور الرابع وفي حد مات في الدور السابع وهم بينزلوه أصلا محدش يعرف أن في حد مات في الدور أو يقول لك ده في حالة وفاة في الدور مين ده اللي مات لك ما نعرفش بين الحج اسمه إيه ده اللي ساكن على شقة على إيدك الشمات ما يعرفوش حتى مين ده اللي ساكن هنا مين هنا مين هنا لكن أنا بشوف حتى في العمرات الجديدة اللي هي ممكن تكون في المدن الجديدة على الأقل بيعملوا اجتماع شهر معروف ساكن تحتها مين معروف ساكن مش لازم يبقى فيه حتى العلاقات اللي هي الطبق داخل والطبق خارج اللي احنا بتاعت زمان أبو عابلين جروب على يعني أي عمر داتي عابلين جروب على الواتب حطين فيه من كل شقة راني رب الأسرة أو المسؤول عنها عشان فيه مشكلة في العمارة لو فيه حالة وفاة زي كده الناس بتكتب على الجروب بس هل هي دي علاقة الجران اللي انت تقصدها أكيد لا يعني بيبقى عندك المعلومة وعارف أن في الدور فلاني فيه كذا في الدور التحتين فيه كذا فلان دا هو صاحب الشقة فلاني من خلال الجروب بس أولا مش هده العلاقات اللي انت تقصدها ولو العلاقات دي يعني بتسبب مشاكل أكتر ما بتسبب أنا بشوفي أن كل ما المنطقة بقت مرفهة بالأكتر بقت غنية بالأكتر زي مثلا الشغزايد التجمعات الأماكن الأماكن دي بيبقى محدش عايز تعرف على حد وبتبقى الناس الآن لكن الأهل اللي احنا تربينا وسطيهم في المناطق الشعبية أو دلوقتي في المناطق الرفية كمان لا بيحبوا يودوا بعض ويتعرفوا على بعض هم بالعكس بيعملوا عائلات ممكن واحد يبقى ملوش عيلة كبيرة أو عيلته ساكنة في آخر الصعيد وما بيجيولوش غير في السنة مرة لكن جرانه هم عيلته يعيو يعيو يروحوا وغدينه وموديينه على طول ما مش عارف يحصل هيجوز بنت ويلاقي كل جران يقفين معا مش مفروض ده بيحصل لا أصدقني أنا مش هقول أنه مش بيحصل خاص بس تقول لأي لتخيل بقى أن حتى المناطق الشعبية اللي المفروض كان فيها ده النهار ده تحولت الكبير بتاع المنطقة ولا الحد اللي هو يعني عارف ده شقة مين وده بيت مين اتحول لشيخ حارة يبقى حاطت كرسي كده جنب المحل بتاعه ولا تحت العمارة بتاعته ما بيعملش حاجة غير دي رجع متأخر دي رجع بدري بص دي عملت بص دي يسود عارف ولما يجي بقى واحد يجيب كرسي بقى فاضي ويحطه ويقعد جنبه والاثنين بقى يمسكوا سيرة الشارع كله الحمد لله هذه بقى المناطق اللي احنا هذه بقى كان يقدر حد يهو عشان عارفانها كان عشان عارفانها مش بس عشان عارفانها ما تبقى محدش يقدر يعكسها دي بنت عم فلان حتى لما بيبقوا عارفانها دلاتي هم أول ناس بيعكسوها يبقى عارفها ودارته وبيعكسها لا يبقى كده دي بقى علاقة لجران حتى لو جرانها ده ممكن كان زمان يعني باباها يتطمن عليها النجارها ده خدها في إيدها كنت بتركب الأوتوبيس لو هي روحة الجامعة ولا حتى متطمن أن جرها ده أخوها مش معاها بيوصلها النهار ربا فيه كده لا حتى الأب ما بقاش متطمن عشان عارف أن ولاد الحتة ما بقاش في حاجة اسمها ولاد حتة ولا حاجة اسمها نصية زمان زي ما الأغنية ايبانت كده احنا كده بنشكك في أخلاق الناس كلها لا احنا بالقول أنه عندنا أزمة في المجتمع محتاجة أنها تتعالج ومحتاجة أننا نعيد النظر لو نحن عافظين نرجع علاقة الجيران زي زمان وده رأي الشخصي طبعا إذا كان حضراتكم تتفقوا أو تختلفوا معنا أو رأي اسحاء هو الأصاح رأي الأصاح شاركونة أنتم شايفين أن علاقة الجيران دلوقتي زي زمان ولأ ولو هي مش زي زمان السبب فيها إيه هل صح نرجع العلاقات بالشكل ده ولا صباح الخير يا جاري أو نرجع العلاقات زي ما بقول نرجع يبقى فيه علاقات ما بيننا وما بين جيران لكن بحدود قلنا الحدود دي لازم تكون مع الناس في نفس الأسرة الحدود دي مع علت الحدود دي مع أصدقائي في الشغل الحدود دي مع الناس كلها يعني يبقى فيه حدود في العلاقات يعني فكرة الطبق الداخل والطبق الخارج أنا معايك إنه ممكن ما تحصلش بس معيني لو رحنا في الريف ويمكن إخواتنا اللي بيشوفونا دلوقتي من الريف هيلقي ليهم علاقات كويسة عايز أقولك حتى اللي بيتفرجوا علينا برا مصر غالبا بيبقى فيه علاقات ما بينهم ودي وما بين الناس أنا بقعد قعدة مع حد من اللي هو ممكن يكون في الصعيد أو في الأرياف مش لو القعدة دي بكون عرفت البلد اللي بيحصل فيها والدبت النملة اللي دخلت واللي خرجت من ستة شهور وراء في الحكاية دي لا ده مش طح أنا وجهة نظر إنه ده مش صح أنا حتى لو أنا عارف حاجة عن فلان ولا فلان أنا مش صح إن أنا أقعد أحكي أسرار الناس وبيوتهم حتى لو أنا عارف التفاصيل لا محد يشأل إن حد يحكي أسرار الناس لا ده بيحصل بيحصل طبعا للمهم إحنا هنستنى تعليقاتكم مع في علاقة بالجران ولا أنت في حالك وأنا في حالي إحنا حسننا لابستين عشان كان بالو حلقتين بيجي بالآخر منتفق في رأيه واحد إنه ده مش منتفق معك خالص ماشا الله ماشا نبتدي ناخد تعليقاتنا دلوقتي ناخد تعليقات ناخد تعليقات قبل منقول فقرات ماشي من غير ألقاب طبعا ماكسيموس هاني فعلا أستاذها هبة المجتمع في أزمة الأخلاق مش ده زمان نادي سامير فعلا كلام صح كلام مين بقى فيرو شاكر صباح يسوع معاكم مونة خلة نجاح العلاقات في تقييم حدود صح قولنا ماهر صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي ده بتعهابة ده أنت في حالك وأنا في حالي هناء هناء ساعة صباح جميل على عينكم وعلى موضعكم المميزة شكرا ميرفي كوكو وفعلا عندنا أزمة في المجتمع محدش بنكر إن فيه أزمة طبعا صحر زكي أنت معاك حق إحنا عندنا أزمة في الأحياء دلوقتي ده هيبة طبعا لو واحدة لو واحدة مش بتحب جاريتها يعني أو بتغير منها شوية وسمعت خنقت معجوزها أو الله بيضربها حتى أحسن خليه ربيها يا ساتر يا ربي يا ساتر يا ربي يا ساتر لا لا الجيران ما كانوش كده خالص ما كانوش ما كانوش لكن هو دلوقتي الوضع خليش حد يعرف عنك حاجة أحسن يعني طيب مينا مون طيب طه عدلي بتقول المفروض علاقة في الحدود مش تدخل في كل الأمور مريم عاطف مش كل الجيران كويسين نادي عبد المسيح لازم يبقى فيه ود بس بحدود جيزاس سون بيقول صباح السعادة لقلوبكو سميا أنا معاك لازم يبقى فيه ود مع الجيران في حدود جرجس خميس يا سيد صباحكم نورين وسادة مشاهدين المتابعين أم زياد بتقول للأسوأ التدهور أكيد للأسوأ روماني نبيل صباح الخير مين كمان هناء سعد بتقول صباحكم جميل على عيونكم وموضعكم المميزة مين تاني؟ نادي يوسف صباح الخير عليكم أنا بحب هذا البرنامج جدا شكرا الاختلاف بالجيران لحدود بمعنى عدم تدخل الجار المشاكل وعدم دخول الجار عمال على بطال ولكن لا مانع في نحضور المناسبات بس أنا عشان أحضر لك مناسبة على قل أكون عارفك على قل يكون في ود ولو بسيط يعني ده فيه بقى ناس كتير جدا طيب نفين سامير بتقول صباح الخير عليكم عاوز أقول أن من ضغوط الحياة ورتم اليوم اللي بقى سريع محدش بقى فاضي مش للجيران بس ده للأهل كمان صباحكم زي الفل هو رتم الحياة وسلوكياتنا إحنا أخلقنا فإحنا عايزين يبقى فيه ودد يعني العيلة والأهل لازم يبقى فيه بس نعمل فيها حدود فسا كنا هنعمل مع الأهل ما بالكم الجيران يبقى الوضع إيه طيب طيب ناخد فقرات النهاردة احنا مستنيين تعليقاتكم الجميلة أستاذ عماد جمال بيشاركني رأيي عادل مشيل نظرية الصعيد تختلف كثير عن المدن أنا معاك حق أن في الصعيد بتختلف عن المدن لأن الصعيد والقرى بيبقى هو عارفك وعارف مين الأب ومين الجد ومين ده بنقال يتعممين وغالبا الناس كلها بطلع قريب في بعض فبتبقى العلاقات بشكل مختلف طيب العلاقات اللي بشكل مختلف بتجيب مشاكل بشكل مختلف برضو في حد باعت تقريبا يعني بيعايز يعني يعني أنا هقرأ برضو باسمها أن علوان بتقول تعظونا بما ليس فيكم يعني هي حابة تتدايقنا على الصبح لكن إحنا مش بنوعز حد إحنا بنترح أفكار جايز تكون غلط وجايز تكون صح وبنترح أفكار أديكوا شايفين أنا مع فكرة ووهبة مع فكرة تانية أو إحنا كمان مش بنتهم حد مش بنقول إيه المفروض وإيه الصح يعني مين تسلوكياته صح ومين غلط ولا حد ولا أي حد كمان يعرف بسأ طريقة تعاملات سحاق مع جران ولا مع عيلته ولا هبة مع جرانها أو مع عيلته يعني إحنا بنناقش موضوع إحنا بنبقى من وجهة نظر شايفين حاجة معانا وحضراتكم بتشاركونا بمع أو فصباحكم فل النهاردة معانا أول فكرة معانا بكر أن يوربي تسمع صوتي ومن فكرة أنها فقرت صحافة الدنيا فيها إيه نتجول في صحف وأخبار النهاردة كمان النهاردة عندنا موضوعين مهمين الحقيقة فيهم موضوع كنا ابتدنا قبل كده الأطفال اللي هما بينجحوا في يوسي ماس على المستوى العالمي احنا بنشجع دايما ولادنا أن هما يعني يدرسوا حاجات وكرسات يتعلموا فيها ويبقى أكثر زكاء وأكثر نتجا وحاجة عجيبة جدا أن المصريين الأطفال لما بيروحوا حتى مسابقات على المستوى العالمي غالبا بيكسبوا يمكن إحنا قدامنا هنا على الكنبة هنا ناس كتير جدا سواء يوسي ماس أو مسابقات تانية عجيبة هيبة أن الولاد الأطفال الصغرين المصريين بدخلوا مسابقات عالمية بيكسبوا شطرنج يعني 8 سنين و10 سنين ودخلوا مسابقات عالمية ليوسي ماس وغيرها من الرياضات المختلفة فإحنا ولادنا فيهم حاجة حلوة وفيه نسبة زكاء عالية جدا عندهم استعداد أنهم يوصلوا ويحققوا يعني أعلى سكور في أي حاجة بسمهم من إحنا نشجعهم ونديهم الفرصة يكون عندنا كمان فقرة تانية عن الموبايل والإنترنت إمتى تدي ابنك الموبايل ويبقى متاح له كل حاجة ومن سن كام وإيه الحدود اللي أنت بتحطها له وإيه الأخطار اللي إحنا ممكن ما ناخدش بالنا منها ونفتكر إن إحنا كده يعني ولادنا لازم يبقى زيهم زي أصحابهم دي حاجة مهمة جدا وإزاي تحط الحدود دي لولادك من غير ما تخليهم يتمردوا عليك يعني اللي هي صحابي معاهم يعني ليه أنا مش كده ويبدأ رد الفعل بتاع ابني أو بنتي يكون عنيف نتكلم في الموضوع ده كمان من الناحية النفسية على الأطفال أقول لحضراتك وطلبات التبرع اللي معينا النهاردة فضالي مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بموجب على أن يكون الطول من 160 إلى 180 سنتي ويكون ذكر السن من 23 إلى 39 سنة ويكون خالي من الأمراض أرقام التليفون 0100-180-7403 أو 012-649-4670 مطلوب متبرع بفاصل كبت فصيلة الدم إيه موجب أو إيه سالب وموجب أو أسالب على أن يكون السن من 21 إلى 48 سنة الوزن من 65 إلى 70 كيلو يكون الجسم متناصق ويكون خالي من الأمراض أرقام التليفون 012-853-225 أو 012-8286-1642 مطلوب متبرع بفاصل كبت فصيلة الدم بي أو أو على أن يكون السن من 20 إلى 45 سنة ويكون خالي من الأمراض أرقام التليفون 011-4515-6136 أو 011-47-840-3142 مطلوب عجلا لحالة متأخرة طفل عشر شهور متبرع بفاصل كبت أي فصيل الدم على أن يكون السن من 21 إلى 45 سنة يكون الجسم متناصق ويكون خالي من الأمراض أرقام التليفون 012-802-45102 أو 012-26722-796 ويرب بالشفة للجميع لا يربي ناش في كل مريض خلال الفقرات إن شاء الله نقرأ كمان التعليقات الجميلة بتاعتكم الحقيقة أنا شايف كمان التعليقات جميلة يعني بتشيد بالبرنامج بالناس بتحب تتفرج علينا الصبح ده فوق رأسنا الحقيقة كلام ده عايز أقول لكم بيبقى مشجع جدا 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 بالنسبة لنا ودايما بنحاول ندور وكده عشان نجيب إيه المفيد لنا كلنا إيه الموضوعات اللي ممكن كلنا نستفيد منها فدي حاجة كلها فوق رأسنا الحقيقة ربكم لفاصل هنشوف من خلال الفاصل تقرير عن ختام فعليات معرض مصر الدولي للبترول إيجيب سعشرين وعشرين ونرجع نبدأ معاكم أول فقرة في حلقتنا النهاردة بكرا يا رب تسمعوا صوتي اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول إيجيب سعشرين وعشرين والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام بعدما افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على حرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بقطاع البترول في ضوء التحول الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة احنا بقى لنا كذا سنة بنشترك في المعرض وكل سنة عن سنة المعرض بيتطور وبيبقى فيه بروجرامز وفيه من شركات مختلفة وبالتالي ده الحقيقة بيثري المعرض وبيخلي كل سنة فيه حاجة أفضل من السنة اللي قبليها السنة اللي زي ما حضرتك شايف من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنهتم بيها ومن الارياز اللي احنا مهتمين بيها قوي اللي هو الخاص بالشباب زي ما حراك عارف توجه الدولة كلها والرئاسة والوزارة وزارة البترول توجهها كلها في الجزء بتاع الشباب مهتمين جدا بالشباب حضرتك احنا اول مرة نشارك في المعرض بالشركة هنا احنا مش شركة من اللي في استخراج البترول احنا داوستريم استغل في النظام الأقود الفرصة كتبيرة جدا الشركة بتاعتنا تتعرف على شركات تانية في المعرض انه اتعرف على مجالنا لتقريبا احنا الوحيدين في مصر نقدم خدمة دي في مصر حضرتك احنا شركة كنتركتور من اللي في مجال كونستركشن بتاع فيوال السيستم في المطرات من نعمل انزومة الوقود في المطرات من واحدة تخزين لفوال هيدرنت اللي بيوصل الوقود لحد هنكر بتاعت طيارة لحد تحت جناح الطيارة بالزبط بيبقى في عربية فيها هز بيهص ما بين البيت اللي فيها الوقود لحد جناح الطيارة بتبقى الشحن طريقة امن بكتير ومن تقريبا احنا الوحيدين من قدم الخدمة دي في مصر للشركات المعرض كان بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم وبشكل خاص للشركات العالمية في هذا المجال التي لم تعمل في مصر من قبل حيث يصلت هذا الحدث الضوء على انجازات صناعة البترول والغاز في مصر والشركات الناجحة لها والمزايا التنافسية لديها وكذلك ابرز الاهداف والخطط المستقبلية شرفنا ان احنا نشارك المرة دي بجناح كبير وجناح بنحط فيه المنتجات بتاعة الشباب بتاعنا دي طبعا لانه لأهمية مؤتمر ايجيبس احنا طبعا معها البحثي تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الإدارة هو وزير البترول وطبعا احنا بناخد كل الدعم وكل وانا هنا فرصة انا بقدم الشكر لسيادة معالي الوزير خارد عبدالغفار ومع الوزير طارق الملة لدعمهم الشديد جدا والايمانهم القوي انه البحث العلمي هو قطرة التنمية اللي شكاني ان انا ايجي في المعارض ان كل تقريبا الكلاينتز بتوعي موجودين هنا فانا حتى لو مش بفتح مجالات شغلة جديدة انا جاي اسأل مع الكلاينتز اللي احنا قردي بنشتغل معهم وابورتونيتي حلوة علشان مجمعين كل الشركات في حتة واحدة فانا مش محتاجة اروح لكل واحد في المقر بتاعه ازوره يعني ورأيي ان المعارض السندي لكن كويس يعني هو كل سنة بصراحة ايجي بس بيبقى يعني احسن حاجة شهد هذا العام تضعف اعداد المشاركين والعارضين والرعاء مقارنة بفعاليات الدورة الاولى حيث جذب المعارض هذا العام اكثر من مائتي وسبعين متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و 1600 مشارك بالمؤتمر و 14 دولة و 15 شركة بترول عالمية واكثر من 450 شركة عارضة معرض مصر الدولي للبترول بيتعامل للسنة الرابع على التوالي تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي افتتح المعرض من 3 ايام احنا في اختام المعرض اللي جيه تحت عنوان شمال افريقيا والبحر المتوسط تلبية احتياجات الغد من الطاقة المعرض شارك فيه عدد كبير من دول العالم وعدد كبير من شركات البترول المصرية اللي عاملة في المجال ده بقالها سنين وكمان شركات نشئة جديدة المعرض بيبقى فرصة كبيرة لتواصل كل الجهات مع بعض ايجيبس 2020 جيه بعد ما وصلت حولت لمركز اقليمي للطاقة فريد ادوار سي تي في